انطلقت القوافل الطبية في محافظة سهاج على مدار يومين وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة ومؤسسة حياة كريمة أكدت وزارة الصحة أن القافلة الطبية توجهت إلى مركز دار السلام وقرية أولاد الشيخ بمحافظة سهاج وضمت عشرة تخصصات طبية مختلفة وقامت بالكشف وصرف العلاق بالمجان وذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية